عشان نقدر نعمل قصة مصيرة محدش ينساها لازم يبقى عندنا ضوابط كويسة جدا لكتابة المشهد الواحد المشهد ده يعني الطوبة الأساسية اللي بتحرك أو بتبني البناء الكامل للموضوع يعني ايه مشهد يعني أنا عشان قاطر خلي البطل بتاعنا مثلا يبتدي من هو زي ماكي الكورليوني في جاد فادر مثلا راجل بسيط جدا ليه أحلام بسيطة ويتحول إلى تايكون المافيا ده ما تحولش بين يوم وليلة وعشان قاطر ياحي راشدي براجل بهذا اليأسه وبعدين يصل إلى مرحلة من الغفران ويتزوج من حبيبته وده ما حصلش برضو فيه موليلة ده حصل لأنه فيه خطوات عملة تتحط قصات بعض خطوة قصات خطوة كلها سلم صاعد عشان نصل إلى المرحلة دي والسلم ده كل درجة فيه اسمها السين المشهد والمشهد ليه ضوابط مهمة جدا لازم كلها نشتغل عليها لأنه هو بيحدد زمانية الفيلم يعني ايه أنا النهاردة طلع شوية ورق كده أدي للمخرج وقوله ده فيلم ساعتين ده فيلم تلات ساعت يبقى أنا لازم أكون عندي أدات توقيت وعشان نفهم أول حاجة احنا لازم نخلي الورقة الوحدة تساوي دقيقة دقيقة واحدة بس الديقة دي عمرنا ما هنحسبها إلا لو احنا قادرين نكتب بفونت وبونت وستايل واحد هنا زي مملكة العربية السعودية زي قاهرة زي أمريكا وده عشان يتحقق بسيط جدا أول حاجة ترجمة نانسي قنقر